ليش ما يحاسب العملاء الذين يضغطون على الوزارات ويضغطون على الاخرين حتى يطب المنتج الايراني ويطب المنتج التركي وهم بالمنافذ وياخذون كومشينات والكل يعرفوهم الكل يدرون بهم ما يحاسبون ذلك العملاء من يحاسبهم هذولا غير الدولة من هو اللي يحاسبهم غير الدولة تحاسبهم هو يشتغل بالدولة ويشتغل بالبرلمان ويشتغل بالمنافذ ويشتغل حرامي ويشتغل مسيطر يعني انا ما ادري وانو بعدين احنا نقول يجب ان نبدي دولة زيان شلون شلون نبدي دولة هو ليبوق هو ليحكم هو ليقرر هو لياخذ هو ليكتل اذا شلون تنفيدي دولة وثلت شعبكم ما عدد عالي يلبس تحت خط الفقر ثلت شعبكم حفاي اتفق اتفقوا ياك حفاي بالشوارع والله كل اسوان ما عدت اشتري قوطية حليب قوطية حليب استاذ محمد لذلك 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 احنا اعتراضاتنا لذلك احنا اعتراضاتنا على هاي الامور الاساسية الجوهرية اللي المفروض انه تكون كل الموازنة وكل عملنا الحكومي والبرلمان وهي انباوع المصلحة الفقير نشوف الفقير هذا اللي تفضلت انه ما عنده ملابس يشتريه خلينا سعر الصرف راح نشوف انه هذا اللي تأذي خلينا استاذنك استاذ محمد انتم سائرون تيار من الداخل مثل النهج الوطن وعدكم قاعدة وعدكم تمثيل سياسي عالي وعدكم قبول بالشارع ليش ما تحطون ايديكم بديل الناس وبديل الشرفاء وتلزمون ذولة المسيطرين على المنافذ وتلزمون ذولة العملاء وتلزمون ذولة اصحاب الاجندات وتلزمون ذولة اللي يقولون بالاعلام شكل وبالكواليش شكل وخلونا نظف البلد نخلص هاية مالة المؤتمرات الصحفية واللقاءات التلفزيونية وقال وطالما وحينئذين ما سوى تلها قرصة خبز ألا يكفي الى هذا الحد حتى ننتهي من هذا النزيف المستمر متنا تدمرنا